دلوقتي نتيب حضراتكم مع موجز لأهم الأخبار مع شازلي شكرا بسانت أثامنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز لأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم اجتمع رئيس عبد الفتاح سيسي مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير وعدد من المسؤولين جاء الاجتماع للإطلاع على الموقف التنفيذي لعدد من الملفات ذات الصلة بالتنمية الصناعية والعمرانية في إطار استراتيجية الدولة لتطوير القاعدة الصناعية وتحديثها وكذا سبل توفير احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة من الهايدروجين الأخضر ذلك بالإضافة إلى الجهود الجارية لتوطين صناعة معدات ووسائل النقل محليا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر دولة تمارس سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال والموضوعية وأشار الرئيس السيسي في كلمته خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة أشار إلى مخاطر التطورات بالمنطقة التي قد تؤثر على تساع رقعة الصراع كما حذر الرئيس السيسي المواطنين من الشائعات التي يروج لها البعض مضيفا أن الفترة الحالية والشهور الماضية شهدت أيضا كما كبيرا من الشائعات تبدلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله لبناني القصف العنيف وأعلنت فصائل فلسطينية استشهاد ثلاثة من قادتها في غارة إسرائيلية على منطقة الكولة بالعاصمة بيروت من جانبه قال جيش الاحتلال أنه هاجم 120 هدفا في معاقل حزب الله شملت مواقع إطلاق صواريخ ومنشآت عسكرية ومستودعات أسلحة وردا على العدوان الإسرائيلي استهدف حزب الله قاعدة زفلون العسكرية وموقعي السماقة ورمية ومستعمرة شتولة كما استهدف الحزب بالطائرات المسيرة معسكر أليا تكيم ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بحسب بيان لحزب الله أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 209 أشخاص وإصابة 364 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على البلاد وأوضحت الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية على محافظة بعلبك الهرمي الشرقية البلاد أسفرت عن 33 شهيدا و97 مصابة كما استشهد 16 شخصا وأصيب 115 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة صور ومنطقتها جنوبية لبنان شدد الرئيس للأمريكي جو بايدن على وجوب تجنب اندلاع نزاع إقليمي في الشرق الأوسط وأوضح بايدن أنه سيتحدث إلى رئيس الوزراء الصراعي بنيمين نتنياهو حول تجنب توسيع رقعة الصراعي بالمنطقة استقبلت هيئة الدواء المصرية وفدا رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية خلال اللقاء أكد علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية على الجهود المستدامة التي تبدلها الهيئة للنهوض بالقطاع الدوائي في البلاد وفقا رؤية مصر 2030 وأشار الغمراوي إلى أن الهيئة تسعى للحصول على المزيد من الاعتمادات الدولية بما في ذلك اعتماد منظمة الصحة العالمية مما يسهم في تعزيز تنافسية المستحضرات الصيدلية المصرية وفتح أسواق جديدة للتصدير في الساحة الإقليمية والعالمية نهاية الموجز نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفصل